شكل مشاهدين اللاعب عبدالقادر أبو لبدا في غزة نموذجا مميزا في تحدي للإعاقة حيث سجل إنجازات رياضية هامة أبرزها الحصول على ميداليات رياضية يأمل في أن يصبح النموذج الملهم لأقرانه من ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات مجتمعية ومهنية يوم جديد في حياة عبدالقادر أبو لبدا في رفح جنوب قطاع غزة منذ الميلاد فقد كلتا يديه إعاقة لم تمنعه من ممارسة نشاطاته العائلية المختلفة ليبدأ أولى مراحل التحدي والانتصار على الصعوبات الحياتية بالنسبة لي أنا انجحت ولكن أريد استمرارية النجاح من خلال المشاركات الخارجية كممثل للأشخاص ضوي إعاقة في فلسطين لأكون لهم ممثلا ويكون مساندا للأشخاص ضوي إعاقة مستقبلا في هذا النادي تجاوز عبدالقادر إعاقته ليستكمل مشواره الرياضي يقول أقرانه أنه نجح في تحقيق إنجازات رياضية هامة نتيجة الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها هو نموذج كان نموذج لللاعبين التنين إنهم يمارسوا اللعبة فطبعا زي ما قلت لك أنه تصنيفه صار كذا لاعب في القطاع نفس التصنيف عبدالقادر فطبعا هنا صارت الآن فيه منافسات عندنا زمان ما كانش فيه أندية معاقيد الآن عندنا من 8 أندية إلى 12 نادي عبدالقادر وعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة باتوا اليوم بحاجة ماسة إلى التحفيز وفتح نافذة من الأمل أمامهم عبر تعزيز برنامج اندماجهم الكامل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية وتأمين فرص العمل لهم نجح عبدالقادر في الوصول إلى مرحلة رياضية هامة لكن الأصعب بالنسبة له هو الحفاظ على إنجازاته إنجازات باتت مهددة في ظل تزايد الصعوبات والمعيقات في غزة عبدالله مقداد العربي قطاع غزة ينضم إلينا مشاهدين من غزة عبدالقادر أبو لبدا لعب كرة الطاولة أهلا بك عبدالقادر في شبابيك والتلفزيون العربي أحييك وأشكرك على وجودك معنا أريد أن أسأل الأكيد بأنك سؤلت كثير عن موضوع التحدي موضوع الصعوبات موضوع التأقلم الصعوبات في الحياة لكن كيف متى بدأت؟ كيف تعاملت معها؟ كيف تأقلمت؟ كيف حولت الانتصار عليها؟ طبعا نحن لدينا شعار بالإرادة نحقق الريادة هذا شعار أبدي موجود لنا كأشخاص ضوعاقة في فلسطين طبعا هذه اللعبة لعبة أساسية لديك كعبدالقادر أبو لبدة طبعا هذه اللعبة لعبة التنس الطاولة طبعا أنا أشاهد كثير من الأشخاص دون دوء الإعاقة منذ الصغر أن يمارسون جميع الألعاب طبعا نحن كأشخاص ضوعاقة ننظر صعوبية لدينا بأننا نمارس هذه اللعبة ولكن كان هناك لدي إصرار بأن أمارس هذه اللعبة عذرا على المقاطعة موضوع الإعاقة لا يشكل عائق لديك هذا شيء جميل والحمد لله أفضل أن أقول هناك احتياج خاص مثلا أو تعاني من موضوع مختلف كيف فكرت بموضوع كرة الطاولة؟ لماذا هذه اللعبة بالتحديد هذه الرياضة أيضا؟ بالنسبة لي عبد القادر أنا أيضا لعب كورة قدم أيضا ولكن هناك صعوبات من خلال أن ألعب هذه اللعبة فلاقيت أن التنس الطاولة هي الأفضل لنمارس هذه اللعبة وأستمر من خلالها رغم الإعاقة التي واجهها إعاقتي الخاصة في يدي خصوصا بأن هذه اللعبة تريد أن يكون فيه يد سليمة ليس لها إعاقة بأن تمرس هذه اللعبة ولكن إصراري وعزمتي أصرت بأن أكون لعبا مميز في هذه اللعبة من خلال أمور كثيرة واجهتها وازلتها من أمامي واستمريت من خلال مشاهدة للآخرين قبر أن أمارس هذه اللعبة أن أمارسها وأن أكون مميزا في هذه اللعبة طيب جميل عبدالقادر عذرا لديق الوقت يعني كنت أتمنى أن يكون هناك وقت أكثر ما الرسالة؟ ما الذي تحتاجه؟ ما الذي تحاول أن تقوله؟ لو هناك أيضا يعني رسالة تريد أن توجهها؟ ما هي؟ رسالتي بداية أولا للمجتمع أن تنظر نظرة إيجابية للأشخاص دول العاقة الرياضيين في المجتمع الرسالة الثانية للسلطة الوطنية الفلسطينية أن أوجههم رسالة بأن هناك أشخاص دول عاقة مميزين ورياضيين مميزين في قطاع غزة ويجب عليكم أن تنظروا نظرة إيجابية لهؤلاء كي يقدموا من أمامهم في داخل المجتمع ليكون لهم دور فعال في المجتمع من خلال اللعبة التنستغولي ولا جميع الألعاب بشكل مباشر وأننا أشخاص كأشخاص دول عاقة أيضا أننا نواجه صعوبات مالية جدا خاصة بأن تكون بالأمور الخاصة بالأشخاص دول عاقة والأمور العامة وأن وفرت هذه الأمور فسيكون هناك تقدم إيجابي للأشخاص دول عاقة وقضايا الأشخاص دول عاقة في المجتمع الفلسطيني نتمنى أن يصل صوتك عبدالقادر وأنت بكل الأحوال أنت إنسان ملهم وأشكرك جزيل الشكر على كل ما فعلت وعلى حضورك معنا أيضا نتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا لك من غزة عبدالقادر أبو لبدا لعب كرة الطاولة شكرا لك